في الضفة الغربية أعيد إغلاق ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رمالة بعد أخذ عينات من رفاته لفحصها سعيا لكشف لغز وفاته قبل أكثر من ثمانية عوام وأكد مسؤول في لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني أن العينات سلمت إلى خبراء فرنسيين وسويسريين وروس وسيسعى هلاء الخبراء لمعرفة ما إذا كان قد تم تسميم عرفات بمادة البولونيوم